لا أمن في عفرين جدلية تعمل تركيا على نفيها من خلال فرض الأمن وربما تعمل قسد على إثباتها من خلال قصف المدنيين والمراكز الحيوية في المدينة تراجع عمليات التفجير في الفترة الأخيرة لم يغيب القصف قصف براجمات الصواريخ أصاب مركز الدفاع المدني وأحياء سكنية أدت لإصابة ثمانية مدنيين بينهم أطفال بحسب الدفاع المدني الذي أعلن عن خسائر مادية فقط في مركزه بنتفاجأ اليوم نحن الصباح باركين بامان الله ما يبشي إلا صار قصف علينا نحن نضرت آليات ننطلع الأسعف سياراتنا الإسعاف نضربت كلها نحن إزنبنا حتى الدفاع المدني مستهدف صار أكثر من ضربة مستهدف الدفاع المدني نحن إزنبنا كعمل إنساني نحن ما يعرف ما هو الوضع ما يصير إزنبنا على خطوط التماس مع قصد لا تبدو الحدود آمنة أو مستقرة رغم ثبات الخارطة إثر تفاهمات دولية غير أن التفاهم الدولي لا ينفي وجود عمليات عسكرية محدودة وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل جنديين تركيين بعملية استهداف لجنودها في قرية حزوان غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي من قبل قوات السورية الديمقراطية وهنا تسوق الوزارة الخبر مرفقا ببيان الرد أو الانتقام كما وصفته من مصادر النيران وصور تظهر تدمير مواقع للقوات الأرهابية فؤاد أقطعي نائب الرئيس التركي في تغريدة على تويتر تعهد بألا تذهب دماء الجنود السودان وبمحاسبة الإرهابيين في حين قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين آلتون إنه لا ينبغي لأحد أن يساوره الشك في أن نضالنا سيستمر على اجتثاث جذور الإرهاب وتأمين حدودنا فهل ستأمن الحدود ومعها حياة ملايين السوريين القاطنين فيها